بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم مرحباً بكل من التحق بقناتي رح نقدم ملخص دروس اللغة العربية للفصل الثالث للثانية متوسط خاصة بالفرض وخاصة بالاختبار تبع معي أكيد رح تستبدو أولاً الظواهر اللغوية أحرف التنبيه والزيادة أولاً حروف التنبيه حروف التنبيه تأتي في بداية الكلام لإثارة انتباه المخاطب لما بعدها وهي ها تأتي بعد أي وأيت بعد أي نتحصل على أيها وبعد أي نتحصل على أيتها هذا حرف التنبيه الأول تأتي أيضاً قبل الضمير مثل ها أنت تتكلم هنا تأتي بعد أي وأيته تأتي بعد الضمير هنا فقط مثل أعطيت أنت ممكن أن أقول ها أنا أتكلم ها نحن نتكلم كذلك تأتي مستقلة مثل ها قد أشرقت الشمس وتأتي أيضاً قبل أسماء الإشارة فتحذف منها الألف مثل هذا فلا نكتب الألف هذه فلا نكتب الألف هذا بالنسبة لحرف التنبيه حروف التنبيه إذن يوجد لها فقط ولها مواقع تكتب فيها الآن حروف الزيادة حروف الزيادة أهمها إن ما من الباء والكاف ويمكن حففها دون إخلال المعنى نذهب إلى شيء آخر الفعل المجرد الفعل المجرد هو الفعل الذي يكون حروفه كلها هو الفعل الذي تكون حروفه كلها أصلية وهو نوعان مجرد ثلاثي مثل دخل رسم كتب ما معنى حروف أصلية أي لا نستطيع أن نحذف حرف هنا مثلاً دخل إذا حذفت حرف الدار تصبح حرف لا يصبح فعل يتغير كل شيء فيه هذا ما معنى حرف أصلي أي لا يستطيع لا أستطيع حففه أو مجرد رباعي نوع الثاني هو مجرد رباعي مثلاً بعثارة وأسلم نذهب إلى شيء آخر كذلك سندرسه في هذا الفصل الثالث أحرف الجواب أحرف الجواب هي أحرف تستعمل في الرد على أساليب الاستفاع ومنها نعم آجر بلا أي كلا ولا وعيدها نعم آجر بلا أي وكلا ولا الآن سنرح نشوف إعربها كيف تعرب هذه الحروف إذن هذه الحروف تعرب كما يجب الآن بالنسبة ل نعم وآجل إذن نعم وآجل عندهم نفس المعنى كيف نعربها إذا وضع لي سطرا تحتها وقال لي أعربها مثلا نعم هو حرف وجواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب ونفس الشيء بالنسبة لآجر أي أي هي حرف وجواب أيضا مبني على السكون ولا تستعمل إلا قبل القسم أي والله أي تالله أي بالله إذن لعندهم نفس الإعراب أي هي حرف وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ونستعملها قبل القسم الآن بالا نفس الإعراب كذلك حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب وتستعمل في إجابة سؤال منفي فتجعله مثبتا هنا مثلا مثال ألا بتقرأ القرآن هذا سؤال منفي نقول بلى قرأت القرآن إذن نستعملها في الجواب على سؤال منفي لا وكلا نعود كذلك نفس الإعراب حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب وتكون لنفي الجواب تكون لنفي الجواب عندما هنا بالع بالع لتثبيت الجواب ولا وكلا لنفيه يعني العكس شيء آخر كذلك الأفعال المتعدية إلى مفعولين إذن أولا ما هو الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي هو كل فعل لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به مثال هنا فهمنا الدرس فهمنا فعل وفعل لو كانت وقف هنا عند فهمنا الجملة غير واضحة يجب علي أن أضيف مفعول به حتى أتم معنى الجملة هذا معنى الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به حتى يتم معنى الجملة إذن توجد الفعل المتعدي إلى مفعولين هو الذي يحتاج إلى مفعولين حتى يتم معنى الجملة ليس مفعول واحد فقط وإنما إلى مفعولين أنواع الأفعال المتعدي إلى مفعولين بعض الأمثلة التي ليس أصلها مبتدأ وخبر منها السألة أعطى علامة ساقة أعطى إبراهيم السائلة ذرهم أعطى إبراهيم السائلة ذرهم أعطى إبراهيم السائلة ذرهم أعطى إبراهيم السائلة ذرهم وهنا مفعولين الآن الأفعال التي تنسب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين الأفعال التي تنسب مفعولين أو تحتاج إلى مفعولين بعض الأفعال هي وجد عالمة رأة هذه الأفعال نسميها أفعال اليقين وجد عالمة رأة إذا رأيت إذا وجدت واحد من هذه الأفعال فهذا فعل يحتاج إلى مفعولين كذلك مثل هنا وجد المغامر كنزا وجد المغامر كنزا الأفعال الأخرى أفعال الرجحان والظن مثل حسيب ظن زعامة أعطي هنا مثال حسيب الحارس الباب مفتوحا حسيب أيضا الحارس الباب مفتوحا إذن هذه الأفعال تحتاج إلى مفعولين أو تنسب مفعولين ليس لا تحتاج إلى المفعولين إنما تنسب مفعولين شيء آخر كذلك مبرمج في الفصل الثالث أفعال التحويل هي جعلة أرد سيارة أحالة حوالة مثل جعلت الصدقة الإنسان الحازينة مصرورا هذه نسميها بأفعال التحويل أي تحول شيء لشيء آخر هذه هي جعلة رد سيارة أحالة حولة الآن نرحل شيء آخر هو الفعل المزيد هو ما زيد على حروفه الأصلية حرفا أو أكثر هو ما زيد على حروفه الأصلية حرفا أو أكثر وهو نوعا ما زيد ثلاثي ما هو المزيد الثلاثي إذن الفعل المجرد الثلاثي يقبل أن يزاد عليه بحرف أو إثنان أو ثلاثة وعنده ثلاثة أوزان أفعال مثل أكرم فعال مثل فهم وفاعل وفاعل فاعل مثل سامحة فاعل فاعل مثل سامحة إذن هذه الأوزان يجب علي أن أحفظها حتى يتسنى لي أن أطبقها في التمريل كذلك المزيد بحرفين لديه خمسة أوزان المزيد بحرفين خمسة أوزان تفعال تخصمة تفعال مثل تكلم افعال مثل إحمر افتعال اجتمع وإن فعال انطلق إذن هذه الأوزان يجب علي أن أحفظها حتى يتسنى لي كما سبق قلت أني أطبقها في التمريل الآن المزيد بثلاثة أحرف المزيد بثلاثة أحرف أربعة أوزان وهي إفعال مثل إخضار استفعل مثل استغفر إفعو على مثل إحدودبة وإفعول إفعول إفعول هذه الأوزان الخاصة بالمزيد بثلاثة أحرف نذهب الآن إلى المزيد الربعي الفعل المجرد الربعي يقبل أن يزاد عليه حرف أو حرفة الثلاثي يقبل أن يزاد عليه حرف أو أكثر حرف أو إثنان أو ثلاثة لكن الربعي حرف أو حرفان فقط الآن المزيد بحرف واحد له وزن واحد هو تفعل مثل تدحرج والمزيد بحرفان له وزنان إفعال مثل إقشعر إفعال إقشعر أو إفعال إفرنقع طبعا صعبة اللغة العربية فيها كثير من القواعد يجب تمرس بها نذهب إلى حرف أخرى وهي حرف المفاجآة والتفسير والاستقبال حرف المفاجآة والتفسير والاستقبال إذن أحرف المفاجآة هي إذن وإذ إذن وإذ أحرف التفسير هي أي أحرف الاستقبال هما إثنين السين وسوف السين وسوف إذن حرف المفاجآة حرف التفسير وحرف الاستقبال إذن إذ أي السين وسوف مازلنا مع المراجعة الخاصة باختبار الفصل الثالث وفرط الفصل الثالث أيضا هنا مثال سأستثمر وقتي سوف أصل رحيمي أفعال التفضيل اسم أفعال التفضيل اسم يكون على وزن أفعال سياخته كيف نسيغه من الفعل الثلاثي مثل صغر أصغر لا يسيغ من الأفعال الناقصة أين كانوا أخوتها وأن يكون الفعل قابلا للتفاوت يعني أستطيع أن أقارن به سارع أسرع يعمل عمل الفعل فيرفع فاعلا مستترا يعمل عمل الفعل ويفع فاعلا مستترا أحرف الاستفتاح والتمني أحرف التمني هي ليتا لو وهل وحرف الاستفتاح هي ألا وأما كانت هذه الظواهر الأولى نذهب إلى الظواهر الإملائية الهمزة المتطرفة همزة القطع في آخر الكلمة إذن تكتب الهمزة في آخر الكلمة على الألف إذا كان ما قبلها مفتوح مثل بداء على الواو إذا كان ما قبلها مضموم مثل جارو أ على اليا إذا كان ما قبلها مكسور مثل مبادئ وعلى السطر إذا كان ما قبلها ساكن أو حرف مد مثل سماء أو دف الظواهر الفنية الكناية هي تعبير تم استعماله في غير معنى الأصل الذي وضع له مثل مثالنا راضع كأس الذل والمهانة كأس الذل والمهانة الذل والمهانة ليس كأس ولا يرضى إذن هي تعبير يتم استعماله في غير معنى الأصل هذه الجملة كناية عن الهزيمة كناية عن الهزيم الاستعارة الاستعارة هي تشبيه حوذف أحد أطرافه إما المشبه أو المشبه به هذا معنى الاستعارة إذن الاستعارة التصريحية هي التي يحذف فيها المشبه ويصرح بالمشبه به والاستعارة المكنية هي يصرح بالمشبه ويحذف المشبه به المثال الأول في المدرسة نجوم نسير على هديها حذف المشبه الذي هو الأساتذة وفي الاستعارة المكنية ابتسم الحظ لفارقنا حذف المشبه به أتمنى أني أفتكم في هذا المنخص وأنكم أخذتم فكرة على دروس الفصل الثالث للسنة الثانية متوسط سمنيتي لكم بالتوفيق وإلى لقاء في فيديو أخر بإذن الله